تعقد اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة أو الاجتماع لها بحضور عدد من وزراء الحكومة الجديدة وتشهد اللجنة خلال اجتماعين اليوم الرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة وتناقش اللجنة في الاجتماع الأول برامج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاثثمار والتجارة الخارجية وتضم اللجنة التي تنعقد على مدار عشرة أيام على الأكثر 42 نائبا وممثل الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب المستقلين وذلك بحسب قرار رئيس مجلس النواب بتشكيلها